أهلا بكم من جديد من جديد نعود الآن من جديد إلى ملف المدارس وإلى الإسادات والتحضيرات لابتتاح العام الدراسي الجديد إذ يترقب أهالي طلاب المدارس التانوية ما سيصدر عن المفاوضات ما بين منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ووزارة المالية وذلك بعد قرار اللجنة القطرية هذا المساء تعليق الإضراب لأسبوعين هذا وكان رئيس المنظمة ران إيريز قد منح وزارة المالية مهلة حتى يوم الأربعاء اليوم للتوصل الاتفاق جديد لأجور المعلمين وأفدت مصادر العالمية أن تقدما حدث في المفاوضات لأول مرة منذ أشهر فيما يقترح وزير التعليم منح زيادة مالية للمعلمين لمنع الإضراب في المرحلة الثانوية من ناحية أخرى تتواصل التحضيرات لافتتاح العام الدراسي في مختلف البلدات العربية وذلك بعد أن قضى الطلاب عطلة الصيف الطويلة للحديث عن جهزية الطلاب واستعداد الأهالي وجمهور المعلمين لبداية العام الدراسي وأحوال المدارس العربية انضم إلينا في الستوديو الدكتور يوسف بشارة من الطيري مدير مدرسة متقاعد أهلا وسهلا فيك والمربية فريدة حجيحية من الطيبة وهي معلمة بمدرسة اعتدية في المجتمع اليهودي أهلا ومرحبا بك والمربي هيثم برانسي مدير المدرسة التانوية الشاملة عتيد المجد في الطيبة أهلا ومرحبا بكم لنبدأ معك الدكتور يوسف بشارة إلى أي مدى من المهم لماذا يجب على أن تجري المفاوضات حتى الدقيقة التسعين لماذا يتحتم على طلاب الثانويات الانتظار كل مرة حتى الدقيقة التسعين ليعلموا إن كانت المدارس تفتح أم المدارس تبقى مغلقة مساء الخير لك ولجميع المشاهدين أيضا كل مرة بيكون في مفاوضات بتتأخر الدقيقة التسعين مثل ما بيقولوا لأنهم بلعبوا لعبة شد الحبل أو عض الإسبع بيشوفوا مين اللي رايح يخضع للثاني وعادة دائما نقابة المعلمين هي اللي بتخضع مشان ما يكونش عليها اللوم والأهالي نقابة المعلمين المقصود مدارس بتدائي مدارس بتدائي اللي زي ما زندتش معاشاتهم إلا لبعض الكروش فهذه الطريقة هي اللي بتخلي الناس يظلهم متوترين وينتظروا لآخر لحظة مشان يعرفوا إن أولادهم رايحين على المدارس ولو مش رايحين نصي ولكن حسب ما نشايف إنه في تفاؤل إنه فيها في المباحثات أو في المحادثات بيقولوا إن رايحين نتوصلوا للقرار إن شاء الله بتوصلوا للقرار ويقولش فيه داعي للإضراب وما يكونش كمان تفتتح المدرس السنائي بشكل لائق ومحترم لأنه كل الناس بيستنوا بهاي اللحظة يوم الفرحة ويوم كديش الناس بيستنوا والطلاب بيستنوا يبسوا بالورود وبالابتسام وبكل احترام المربي هاي تبراسية مدين مدرسة حدثنا بعيدا عن الإضراب إلى أين وصلت التحضيرات في المدرسة التي تديرها مع بداية العام الدرس الجديد تحياتي للجميع الله يسعدكم جميعا إن شاء الله رب العالمين كمنا في عدة شغلات في عناء الاتجاهات هي اتجاهات اللوغيستيط اللي هي كل عملية والاتجاهات اللي هي اللي هي التربية طبعا موجودة أنا في المدرسة دخلنا مئة حاسوب جديد ودخلنا في شغلات جديدة أنا بحكيش عن اللي كابل أنا بدي أحكي عن شو اللي عملته في عنا غرف أربع غرف جديدة دخلناها في المدرسة ودخلنا كمان أخرى تقريبا ثمانين حاسوب في المدرسة كمنا في كثير شغلات اللي هي بتساعد الطلاب دخلنا مئتين واربعين طاولة دهلنا كل المدرسة طلشنا كل المدرسة كمنا بترتيب الملعب الشرقي فعنا ملعب اللي هو بحاجة للمدرسة بحاجة له مئة في المئة دخلناها رتبناها فعنا حنياء على اليمين طبعا موقف سيارات فعنا حنياء رتبناها رتبناها مظبوط غيرنا تقريبا ثمانين ليد في المدرسة وغلوم مجرد طبعا فيه كثير نقاط اللي أنا جانية تحضيرية للطلاب مشان طبعا الفراغات اللي موجودة بين كل طالب وطالب استكبرنا الطلاب عن طريق تمرير فعاليات لا منهجية كمنا بتوزيع الطلاب في الصفوف الملائمة حسب معدلات معينة كمنا بإدخال شيء جديد اللي هو تخصص جديد بيولوجيا وتاريخ للطلاب اللي علاماتهم شوي واتية نعطيهم التحصص على أساس أنه يتقدموا أكثر وأكثر كمنا في التواصل هذه الشغلة أول مرة بكلك إياها وجديدة موجودة في الوسط العربي كمت كمت في اتصال مع منكل مخلية تل أبيب يافو مدير عام مدير عام تل أبيب يافو المكلية تل أبيب يافو كمت في اتصال مع مدير عام تل أبيب عتيد تل أبيب على أساس إدخال الطلاب اللي بوصلوش للمقروط الكامل استحقاك الكامل إدخال على تناهي طبعا بشروط معينة هذا الأشي كثير جديد موجودة جديد والأشي هذا مهم جدا لأولادة طيبة وليس لأولادة طيبة للوسط العربي كليات وفي امكانية من هالنوع طبعا في عدة نقاط أخرى سأثنك عنها لاحقا ولكن الآن نتوجه إلى المربية فريدة حجحية سؤال كيف يجب برأيك تحضير الطلاب للعودة للمدارس بعد عطلة طويلة ولا يمكن طبعا أن تجاهل أنها شهدت أحداثا عنيفة في المجتمع العربي قد تكون قد تركت آثار نفسية صعبة على الطلاب كيف ترينا الوضع مساء الخير إلى جميع المشاهدين أنا حسب رأي أنا بشغل في الوسط اليهود وأحكي عن تجربتي في المدرسة نحن كمنا لاحقا نحن كنا في استمرارية تامة بالتواصل مع الطلاب وأهليهم خلال العطلة وكانت كانت دورات منها دورات تعليمية ومنها دورات ثقافية اجتماعية على أساس أنه حتى لو كان في هذه العملية من إعلان الإضراب أن الأولاد لا يفوتوا في مرحلة ثبات كمان مرة يعني يكونوا طول الوقت جاهزين فحسب رأي لازم كمان الأهالة يشتغلوا على هذه النقطة وأنهم يشجعوا بالأولاد يعني شوية شوية يحاولوا يفوتوهم يعني يدخلوهم في جو التعليم والعودة للمدارس طب برودي لا أسألك خصاً أنا كنت معلمة في مدارس يهودية هل هناك يعني تشعرين أن هناك فرق بين التحضير للسنة الدراسية الجديدة في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي من ناحية التحضيرات حسب ما بسمع بشوف أنه فيه اختلاف بالنسبة للتحضير بالمدارس من الاجتماع العربي واليهودي اسمعوا أستاذ هيتم فيه اختلاف بما أن الاختلاف يعني أدعم أدعم المكونة يعني هذا اللي ذكرته إنه المدرسة كانت في فترة العطلة على اتصال تام مع الطلاب يعني ما تركتهم مش حتى صح إنهم موجودين تحت إطار عطلة بس كما نفعلين في اتصال تام مع المدرسة طيب الآن أسئلة للجميع كل واحد نبدأ يبدأ رأي في الموضوع أبرز التحديات التي ستواجه المعلمين برأيكم في السنة الدراسية الوشيقة ساد يوسف دكتور يوسف في الدرجة الأولى مناهضة العنف والجريمة في الوسط العربي هذا الموضوع هو الموضوع الذي يجب يكون على الأجندة أجندة المدارس إذا صار حادث قتل جريمي يجب على المدرسة أن تعمل جاهدة على نفسية الطلاب أن تستدعي العمال الاجتماعيين أن تستدعي العمال النفسيين أن يتواجدوا أيضا المرابين الصفوف وأن يشغلوا الطلاب في ورشات عمل في رصم في أشياء اللي عبروا عن أنفسهم على الجريمة يستدعوا محاضرين من برة يحكوا عن الطلاب إلى الطلاب والجرائم هي متتالية فسألوا أن لك الطلاب كانوا شاهدين على مثل العواد فيجب علينا أن نعمل على نفسية الطلاب وأن نستدعي محاضرين أيضا من خارج المدرسة اللي يحكوا للطلاب عن الجرائم وعن وفعاليات عديدة عن أيام زمان كيف الناس كانوا متحبين متودين يعملون سوى يساعدون في الحصاد يساعدون بعض هم البعض جران يوقفوا مع جرانهم إذا بنوا بيت كيف ولع البطول ولع أيام زمان كيف يدعموهم ويساعدوهم كيف تحب لغيرك كما تحب لنفسك كيف رغم أن أنا أقول لك أن هذه شريحة بسيطة جدا لا يتجاوز المجرمين في الوسط العربي النصف المية ولكن الذين يؤلفون هذه الشبكات الإجرام هم الذين كذفوا من مجتمعاتهم ودخلوا على مجتمعنا حوالي مئة ألف شخص دخلوا متعاونين كانوا متعاونين في الضف الغربي وفي غزة اللي نكلوهم لهذه البلاد اللي عرفات ما كبل هم مش عنده قالوا أنا أقدرش أضمن أنه ما حدا ينتقم منهم هؤلاء اللي خانوا شعبهم هم بألف المرابية فريدة هاجهية هل التحديات التي تواجه المعلمين العرب هي نفس التحديات التي تواجه المعلمين اليهودي خصوصا أنت بمدرسة يهودية زملائك من المعلمات والمعلمين اليهود أكيد لا شك يعني إحنا يعني بنعلم في أنا يعني بتعامل بأعلم في كوني معلمة في مدرسة يهودية لإعدادية فأنا بتعامل مع جيل المراهقة يعني هذا جيل كثير كثير لازم بتعامل معها بحساسية طبعا يعني أنا لا أنف أنه في عنف المجتمع اليهودي بس للأسف يعني العنف مستشري في وسطنا العرب وكثير يعني من زملائي بيسألوني شو بصير في الوسط العربي يعني شو اللي بنشوف شو اللي بنشوف شو اللي بنعملو يعني آه ليش هيكي وصلته يعني شو اللي خلاكم توصلوا لهذا الاشي فزي ما ذكر الأخ يوسف إحنا لازم يعني نتعامل مع الطلاب يعني نستدعي أخصائيين نفسيين اللي يحكوا يعطوا محاضرات للطلاب يوقعوهم يعطوهم التوعية لأنه في آخر الأمر يعني كل الطلاب أو اللي انخرطوا في يعني في عملية الإجرام والعنف هم أولاد اللي يعانوا من اضطرابات وسلوك نفسه يعني مضطرب ثلاث من عالجهم نعم المربي هايثم فارينس السؤال بطريقة أخرى يعني مجتمعنا يعيش أزمة حقيقية سؤالي إلى أي مدى ظاهرة العنف والجريمة المتفاقمة يعني تؤثر على المدارس على المناخ التعليمي إلى أي مدى تحتل حيز في العملية التربوية حسب رأي طبعا الحل بسيط ولكن طبعا هيك تحتل حيز كبير جدا لكن لازم نشتغل عليه لازم نشتغل على حد منه طبعا كيف لازم نشتغل حد منه الطالب اللي ميجي على المدارس لازم نشتغل على إيش على ثلاث مجالات مجال اجتماعي مجال عاطفي ومجال تحصيلي أستقبل الطلاب مستقبل الطلاب أنا أتطلع الطالب محمد محمد لديه حزكة معينة قوة معينة ماذا أخذ محمد وماذا أقويف هذه القوة الجانب الإيجابي الجانب الإيجابي يعني أخذ هذه الفكرة الصغيرة عن هذا الطالب أنه أشتغل عليه عصق المهارات دعمه في مهارات معينة على أساس أنه يتقدم وصل للي بالدوية هسا إحنا في المدرس دخلنا دخلنا عامل عاملتين اجتماعيتين ودخلنا عامل نفسها هاي لأول مرة في الوسط العربي موجود للحد من الأمور هاي طبعا أخرى مرة الزيارات البيتية الاهتمام في الطلاب التعرف على مشاكل الطلاب وحلها والعمل على الاهتمام حلها ونقرب على الطالب أكثر بنبعد عن عن العنف فأسدق لك أخرى شغلة شغلة كثير مهمة طيب إحنا البوغريم اللي خلصوا الطلاب الثاني عشر في المدرس الثانوية أربع طالب الخارجين أربعمائة طالب طيب أربعمائة طالب مئة وخمسين طالب راحوا تعلم مش مهم وين أي كليات أي جامعات طيب وين المتين وخمسين طالب بسألك سؤال أنت وين هذو حطيتهم أستعدت نشتل عليهم تعطي نفحص في الشغل تعطي نمسك كل المدرأ تعطي نشتل هاي الشغل عندك 250 250 250 750 750 هذول فيش تعليم أنت لما تحط طالب راح يتعلم شو عمليا بلت بلت في تعليمه نعم فهام كيف الوضع فلذلك أتمنى من كل المدرأ الموجودين في الطيبة نشتل على الأساس أنه نرفع المستوى تحضر الطلاب السبعمائة وخمسين والخمسمائة من خمسمائة إلى سبعمائة وخمسين يبدوا يتعلموا فيه مخلالة كليات بحيث نبعدهم عن العنف وهذا الشيء كبير بساعد ممتاز المربية فريدة حاجيحية هل على المدارس في المجتمع العربي الاستعانة بأخصائيين وخبراء نفسيين هذا الأمر نلحظه نشهد أنه موجود في المجتمع اليهودي نقرأ كثيرا عن هذا الموضوع هل المجتمع العربي بحاجة مثل هذا الأمر أكيد يعني كل مدرس ولازم تستعين بخبراء نفسيين وبعاملين اجتماعيين لمعالجة أنت في مدرسك تلاحظين ذلك يعني أكيد أي طالب بيكون عنا يعني بيعاني من اضطرابات نفسية أو يعني بيلجأ للعنف أو مثلا بيتعدى على التلميذ الثاني أو بيعمل مشاكل يعني بيلجأ للعنف عنا طبعا نستدعي أهله وإحنا في دور المستشارة التربوية عنا في المدرسة ويكون كمركزة شريحة ثوامن ومربي كمان إحنا بنكون في توجيه الأهل لأخصاء نفسيين على أساس أنهم يكونوا في تشخيص المشاكل اللي عند الطالب لأنه في نهاية الأمر اللي بيدفع الطالب أنه يتصرف بهاي التصرفات بيكون عنده اضطرابات نفسية أو مشاكل نفسية دكتور يوسف بشارة إليه مدى من المهم تعزيز مكانة المعلم وكيف نعكس ذلك على النتائج والتحصيل وتلوك الطلاب هناك تحدث عن شريحة 250 طالب ماذا مع هؤلاء تعزيز مكانة المعلم أو هذا تعزيز مكانة المعلم لخلق جيل جيد وبعيدا عن الأمور السلبية التصرب في المدارس من المدارس هو أيضا لعدم استكرار العمل عمل المعلمين في المدرسة أيضا يعني أهم شيء بالنسبة للمعلم أنه يتقاضى راتب يليك فيه وفيه ولاده وفي بيته الذي يقدر يعيش فيه بشكل محترى وبشكل جراكي كثير معلمين الذين يتركوا عملهم ويذهبوا بشتغلوا دروس صلصية بعلموا دروس صلصية يعني الراتب لا يكفي لا يكفي بجوز أخرى عندنا العرب أغالب المعلمين اللي هم معلين فريق واحدين يعني أغلبهم النساء هم يشطلنش كلائل اللي بيشطل النساء يعني فيه اليوم تطور هاي مراء عاملي وتعلمي وبتشتغل ولكن فيه كثير بيوت اللي المعيل الوحيد هو اللي يمعلم فريح بشتغل بدروس خصصية وهذا يؤثر على دوامه في المدرسة ثانيا في معلمين أنا بعرف إنه بشتغل نادل في في قاعة أفراح طيب في قاعة أفراح طالله كديش كديش هاي مهم جدا بيكون كاعد المعزوم هو ومرطه وولاده وولاده بتعلم عند المعلم هذا نفسه وهو اللي بيقدم لهم طيب في نظر هذا الطالب كيف بده يكون المعلم أي قيمة وأي احترام فكثير معلمين كمان بيشتغلوا سواكين تاكسيات طيب كيف بده يصبح جاي على المدرسي فهاي الأشياء إذا بزيدوش معاش لمعلم وبيكون معاش لائق ومحترم مشان رئيسة ألمانيا الأطباء لماذا عاشتنا ليس واسطة لحد معاش معلمين قالت لهم معلمين يستاهلوا هم الذين عملوا لكم أطباء ومهندسين وهم عملوا لكم كل شيء وفعلا أنا زرت مدارس في ألمانيا فعلا مكانة المعلم محترم محترم جدا معاش عالي مظبوط إنه يذكاد معاش محترم حسب شهادات لأنه عنده تخصص اثنين او ثلاث كمان يعني هو بتعلم كدما بتعلم الطبيب وبتقدم بشكل معتراب بقدس ساعات طويلة في المدرسة مع طلابه شكرا لك شكرا دكتور يوسف الآن جملة تفصيصية منك هيثم بخصوص السنة دراسية أنا بأقول لك بدأ أقول جملة مهمة كثير إنه إذا نشتغل على القوة تحت الطلاب مشان نوصلهم للهدف تاعهم ما أعتقد أن نبعد عن العنف الموجود في الأماكن وفي المدارس طبعا وفي الطيبة وفي الطير وكل هاي الأمور بس أخرى مرة عندما ندعم الطالب بشكل شخصي وفع عال أنا بتوقع أنه بتتعد عن العنف المربية فريدة حجحية ماذا تقولين في ختام هذه هي المداخلة على اللقاء أوشي بالنسبة للقضية العنف بتأمل أنه مجتمعنا تصلح حاله مظبوط لأنه صراحة لإش كثير مزرع ومزعج وإنك يا أم يعني وعند أولاد في سن المراهقة يعني عن جدا أنا بخاف على أولاد أنهم يطلعوا من الدار وزي كل أم يعني وزي وزي كل أهل فبطلب كمان من الأهالي يعني أنا بدي أستغلي الفرصة وأتوجه للأهالي أنهم يشتغلوا كثير على أولادهم لأنه البيت هو المصدر الأول والأخير اللي منه بتنبع المشاكل يعني إذا الولد عاش في بيئة صالحة مستحيل الولد يلجأ لطرق عنف جريمة ضيوفنا العزاء شكرا لحضوركم للستوديو الدكتور يوسف بشارة مدير مدرسة متقاعد المربية فريدة حجيحية معلم مدرسة اعتدية في المجتمع اليهودي المربي هيتم برانسي من الطيبة مدير المدرسة الثانوية الشاملة عتيد المجد في الطيبة شكرا لحضوركم شكرا لحضوركم شكرا للمشاهدة